السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أحبة من جديد مزلنا مع قناة تفسير الأحلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام سورة ستندم لو لم تقرأها ليه؟ لأن هذه السورة تأخذك إلى الجنة هذه السورة تخيل حضرتك إن هي يوم الإيامات أفتدف عنك وتقوله يا رب أنا يا ما تعبته ويا ما صهرته ويا ما أبكيته وهو بيقرأني اللي هي السورة تدافع عنك يوم القيامة في هول يوم القيامة وأهوال يوم القيامة الصعبة حينما تأتي الصحف وتقع الصحف نحن نعلم أن من يأخذ كتابه بيمينه دخل الجنة اللهم اجعلنا منهم يا رب وأعيد نفسي وإياكم من أن نكون من الشخص الآخر الذي إذا أخذ كتابه بشماله فهو من أهل النار فحينما تتراكم عليك الذنوب والمعاصي والسيئات خلاص هتدخل النار والعياذ بالله بسبب كثرة الذنوب والمعاصي لكن كان لك عمل اللي هو النهاردة أنا بدلك عليه اللي هي قراءة سورة معينة في القرآن الكريم هذه السورة حينما تقرأها تأتي وتدافع عنك يوم القيامة وتقول إنه كان يقرأني كل ليلة يا رب كم دمعت عيناه حينما قرأني يا رب هذا الرجل كان يحافظ على قراءتي هذه السورة وهي تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير هل عرفتها إنها سورة الملك من يداوم عليها من يداوم عليها في كل ليلة قبل النوم أو حتى في النهار فهذه السورة سوف تدافع عنه في الآخرة نحن نعلم أن هذه السورة هي المنجية وسورة الواقعة أيضا سورة مهمة لكن للأمانة العلمية هذا الحديث فيها ضعف ولكن هناك جمع كبير من أهل العلم أجازوا الأخذ بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال أيها الإخوة الكرام الحديث الصحيح في سورة الملك أنها هي المانعة الواقية المنجية من عذاب القبر فإذا كانت تفعل هذا وتنجيك في القبر فلا مانع من أن تدافع عنك أيضا حينما تقوم من القبر في يوم القيامة أيها الإخوة الكرام انتظرونا في اللقاءات القادمة قلوا قولي هذا استغفر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته